قمة الاتحاد الأوروبيا الآن خلصت إلى هذه الاتفاقية وإلى شراكة شاملة مع تونس ولكن تونس تعهدت بدراسة الاتفاقية هذا ما قلته الأسبوع الماضي وتقوله اليوم أيضا ماذا يعني ذلك؟ نعم هذا القول وهذا الطلب بمراجعة هذه الاتفاقية أو النظر فيها أو دراستها يشيء بأن تونس لم تشارك في التفاوض في سياغة هذه الاتفاقية بل أنها أنزلت عليها من الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي ودون مشاركة من الجانب التونسي ولم تكن عملية مشتركة قد تكون بعد المحادثات بين وفد المفوضية الأوروبية ورئيس حكومة إيطاليا ورئيس الحكومة الهولندية ثم بعد ذلك ذهب الجانب الأوروبي لإعداد هذه المذكرة دون أن تطالع عليها تونس أو تشارك في سياغتها وهما جعل السلطات التونسية حسب رأي تطالب بمهلة للنظر فيها وفي تداعيتها المستقبلية خاصة أن وجهات النظر تبدو شبه متباعدة خاصة إذا رأينا كلام رئيس الجمهورية الذي يقول فيه صراحة أن تونس لا تقبل بأن تكون حارسا في المتوسط حارسا قد يكون بالمجانة وبحفلة من الدولارات أو الأوروية من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي أيضا يحاول أن يضغط وأن يمرر هذه الاتفاقية بشكل سريع خاصة أن هذا موسم الهجرة غير النظامية سيتدفق المهاجرون من تونس باعتبار الصحو وباعتبار نحن في فصل الصيف الهدوء في الساحل وفي البحار وهو ما يشكل دفعا جديدا وقويا لهذه الهجرة أيضا الرئيس أو السلطة التونسية ترى وطالبت سابقا بعقد قمة أوروبية إفريقية للنظر في موضوع الهجرة غير النظامية باعتبار أن ذلك لا يمكن حلها أمنيا فقط وأيضا باعتبار أن تونس أيضا تتعرض إلى حملات قوية أستاذ نجم الدين فقط قبل أن ننتقل إلى الأستاذ هالي الأشركة معنا في هذا الحوار نقطة فقط عندما زارت جورجيا ميلوني تونس وعندما زارت فوندرلاين ورئيس وزراء هولندا ألم يتم الحديث عن هذه الاتفاقية لأنك تقول أن تونس استثنيت من هذه الاتفاقية لا لم أقل استثنيت لكن قد تكون لم تشارك في سياغتها في سياغة أنمص النهائي عندما يطالب شخصا أجرى تفاوضا وشارك في سياغة النص ويطلب فكرة للنظر فيها أو مراجعتها فإن ذلك يشي بأنه لم يشارك فيها ووصلته للطوم من الاتحاد الأوروبي هذا ما فهمته وليس هذا خبرا من السلطات التونسية هذا ما فهمناه في الأولى الأكيرة رغم أن هناك شبه تعتيم في هذا الموضوع من تونس طيب نتاجه الآن الأستاذ هالي الساحلي أستاذ هالي الساحلي هلا بكي معنا على ششة الغد الاتحاد الأوروبي يقرر دخ 150 مليون يورو في خزينة الدولة التونسية ماذا وراء هذه المساعدات ولماذا الآن؟ 150 مليون في الميزانية الوطنية ولكن أيضا 100 مليون يورو لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فقط لهذه السنة الاتحاد الأوروبي رفع دعمه المالي هذه السنة من منطلق أنه يريد أن يظهر لتونس استعداده الكامل على تحمل كل تكلفات مشاركتها ومساعدتها له في إدارة الحدود الخارجية للاتحاد باعتقادي أنه ما يتم دراستهم قبل الحكومة التونسية هي ثلاث محاور أو ثلاث شروط حق وضعها الاتحاد الأوروبي في هذه الاتفاقية لأن كل دعم مالي يقدمه الاتحاد الأوروبي هو دعم مشروط وذلك بموجب الاستراتيجية الخارجية للاتحاد الأوروبي والشراكات الجنوبية الشرط الأول الذي تطال به الاتحاد الأوروبي أو بروكسل بالتحديد هو القيام بإصلاحات اقتصادية بنيوية لحتى يتم البرامج التنموية التي سيتم إطلاقها أو مواصلة تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي تكون فعالة لدرجة أنه يتم دمج الذين سيتم إعادتهم من التونسين خاصة إلى تونس وتثبيتهم في وطنهم ودمجهم في النسيج الاجتماعي ثاني شرط أو نقطة يطالب بها الاتحاد الأوروبي في هذه الاتفاقية هي رسكلة أو تخصيص أو على الأقل النظر في مئة شركة عمومية وطنية تونسية لها ديون كثيرة ويعني لها من سوء الإدارة وسوء التصرف الشيء الذي وضعها في ما يعرفون بزاندوريسك وبالتالي الاتحاد الأوروبي يطالب أن هذه الشركة العمومية يتم إعادة رسكلتها وتأهيلها ثالث شرط ما يطالبه أيضاً الاتحاد الأوروبي هو رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية وباعتقادي هذه النقطة التي تخيف أكثر فأكثر الحكومة تونسية الحالية من منطلق أنه إذا ما تم رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية في المجتمع التونسي فأن ذلك لن يروقى للمواطن ويمكن أن ينزل إلى الشارع التونسي طيب أستاذ هالة ما تفضلت به فيه تشابه كبير مع ما يفرضه صندوق النقد الدولي أيضاً الاتحاد الأوروبي يفرضه تقريباً نفس الشروط هل هي إملاءات من الاتحاد الأوروبي على تونس؟ أبداً الأتفاقية تؤكد أو على الأقل أنه الاتفاقية التي سيمضي عليها أو سيوقع عليها الجانب التونسي لم تكتبها أياد أوروبية وحسب ولكن كانت هناك جولات بين الطرفين حاولاً التوصل فيها إلى قاعدة مشتركة لهذا الاتفاق الاتحاد الأوروبي لا يخفي على أن هذا الاتفاق هو اتفاق مرتبط بالأساس بموافقة صندوق النقد الدولي إذن المساعدة الأوروبية والتي هي تصل ليست إلى 900 مليون وإنما إلى مليار يورو هي ستكون تكملة أو مكملة للمليار دولار التي ستقدمها صندوق النقد الدولي للتونس طيب ننتقل بهذه النقطة لأستاذ نجم الدين أستاذ نجم الدين سمعت ما تفضلت بأستاذ هالة أن ربما الدعم مشروط فيما يخص النظر في شركات لها ديون شركات تونسية رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية وهذا تتعرف أنه يقلق الحكومة التونسية ورفضه أيضاً رئيس قيس السعيد قبل هذا وربما أيضاً إعادة التونسيين من أوروبا إلى تونس فبالتالي هل ستقبل تونس بهذا الدعم المشروط؟ أعتقد أنها سترفضه رفضاً تاماً باعتبار أنها رفضت وهو الآن متعثرة شروط صندوق النقد الدولي والإملاءات التي يقوم بها على الاقتصاد التونسي وعلى السلطات التونسية لمنحها 1.9 مليار دولار وهو هذه الشروط خاصة فيما يتعلق برفع الدعم ثم إصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات اقتصادية ومن تثاقل ديونها لكن تونس رفض ذلك ورئيس الجمهورية قالها في أكثر من مرة أنه لا يريد من يمني عليه شروطاً وخاصة في رفع الدعم باعتبار أن تم ذلك من صندوق النقد الدولي سنة 85 ثم حدث في 78 وحدث الثورة وخرج الناس عند رفع الدعم عن الخبز وخرج الناس وسقط حوالي 400 شهيد وقتها وآلاف الجرحة لنتيجة المواجهات بين السلطة نعم وقتها هذا ما تم خلال تلك السنوات عندما تدخل برنامج الإصلاح الهيكل الذي قاده صندوق النقد الدولي أو الباس وقتها والآن تونس ترفض ذلك ورئيس الجمهورية قال ذلك الآن تونس لا تريد حتى هذا الدعم الأوروبي لا تريد أن يرتبط بشروط صندوق النقد الدولي أو بحصوله على قرض صندوق النقد الدولي تريد مفاوضات خاصة مع الاتحاد الأوروبي وبشروط يقبلها الجميع أو بحديث خاص وهو ما قاله رئيس الجمهورية للوفد المفاوضية عندما زاره قبل أسبوعين من الآن والتقى معه في قصر كرتاش لا يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستؤدي إلى وضع اتفاق أو إمضاع الاتفاق هذا الأوروبي بتلك الشروط وعلى الاتحاد الأوروبي إن كان يريد فعلا أن تلعب تونس دورا في وقف أو إيقاف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى السواحل الجنوب أوروبا أن يعدل هذه الاتفاقية أو يتخلى عن هذه الشروط التي سبق لرئيس الجمهورية والسلطة التونسية بصفة عامة أنها رفضتها من صندوق النقد الدولي ولا أعتقد أنها سيقبلها من الاتحاد الأوروبي رغم الاتحاد الأوروبي لا يسيطر على صندوق النقد الدولي الذي هو بيد أطراف أقوى وأكبر من الاتحاد الأوروبي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لا أعتقد أن هناك أفقا في هذا الشأن إذا تمسك الاتحاد الأوروبي بهذه الإملاءات وهذه الشروط التي لن تجدي نفعا في هذه الفترة التي تحاول تونس ورغم الصعوبات الاقتصادية المؤلمة والتي لا يختلف فيها أي مراقب سواء في تونس أو خارجها فلا أعتقد أنها ستقبل وستوقع على هذا الاتفاق خلال الأيام القريبة القادمة أستاذ هالا إذا كانت تونس دولة تونسية رفضت أكثر من مرة إملاءات صندوق النقد الدولي ما الذي يجعل الاتحاد الأوروبي اليوم واثق من أن هذه الاتفاقية ستوقع مع الدولة تونسية بعد إجازة عيد الأطحى المبارك هم ليسوا واثقون ولكن متفائلون من منطلق أن هناك سببين أساسياً السبب الأول وهو أن هذه الاتفاق هو يتم وضعه تحت شراكة الرابحين إذن هناك ربح للجانبين لأن الاتحاد الأوروبي سيأخذ على عاطخ تمويل كامل عملية إدارة مراقبة الحدود وهذا الصيف سيتم أرسال مركبات زوارق رادارات كما أنه سيؤهل البحرية التونسية والسلطات الأمنية المختصة في هذا المجال هذا من جهة ثانية هذا الاتفاق كما قلنا هو شامل بتأكيد هناك خطة إنقاذ مالية ولكن أيضاً يحتوي كما ذكرتم في التقرير على التربية وفي هذا التربية هناك اتفاق يعرف باتفاق الكفاءات وهنا أريد فتح فاصل قصير تونس هي البلد الثاني عالمياً من حيث الحاصلين عن الشهادات وكفاءات في البرمجيات في الرقميات في الحواسيب في الهندسات الرياضية بعد ماليزيا وقبل الإمارات وفرنسا وألمانيا بنسبة 37.4% أوروبا بحاجة إلى هذه اليد العاملة التي 30% من الشباب التونسي الحاصل على شهادات لا يجد شغل في السوق التونسية بالتالي ما تقدمه ألمانيا وما اقترحه وزير الداخلية الألمانية الذي أتى مؤخراً إلى فرنسا بصحبة الوزير الفرنسي وهو أن يتم تأهيل الشباب التونسي الحاصل على هذه الشهادات ووضعهم في شركات إما تكون داخل الأراضي التونسية أو في السوق الأوروبية وبالتالي ستتم انتصاص هذه البطالة الشبابية بالإضافة إلى ذلك أن تونس 90% من ميزانيتها تأتي من السياحة والكل يعلم أن هناك بعض الدول بدأت تضخ استثمارات ضخمة لإيجارتها الجزائر وهذا سيؤثر بالتأكيد على صريحة السياحة والعوائد السياحية لهذا القطاع إذن هناك يعني العديد من الأسباب التي تدعو الحكومة التونسية إلى الموافقة والذهاب باتجاه هذه الاتفاقية نقطة أخيرة في الاتفاق الذي سيتم عقده إذا ما ارتأت السلطات التونسية أنه من مصلحتها كما يؤكد الاتحاد الأوروبي بأنه اتفاق الرابحين تم حذف بند ما يعرف بمساندة التحول الديمقراطي ما معناه أن الاتحاد الأوروبي لن يساعد لا ماليا ولا سياسيا المعارضة التونسية التي تطالب والتي تناهض الرئيس قيس سعيد طيب أستاذ نجم الدين على ما يبدو أن هذا الاتفاق به جوانب قد تكون مغرية أو ربما إيجابية إن صح التعبير للدولة التونسية فيما يخص ربما تشغيل الشباب التونسي خصوصا فيما يتعلق بالبرمجية كما ذكرت أستاذ هالا إن كان في الدولة التونسية أو في الشركات الأوروبية خارج تونس فبالتالي هل من الممكن أن يتم التفاوض بين هذا الجانب وذاك من أجل حصول إلى سيغة مشتركة يكون فيها رابح رابح أعتقد أن بالنسبة للكفاءات التونسية وخاصة في البرمجيات وفي غيرها من الاختصاصات العلمية والإعلامية فإنهم يعملون ويبعثون شركاتهم في تونس ولهم سيط دولي ووصلوا إلى أعلى المراتب ونعرف أن الاتحاد الأوروبي يفكر إلا في سريقة الأدمغان المتكونة والعقول التونسية ولا يريد اليد العامل وغيره هو يريد إيقاف وأن تكون تونس أن تغلق الحدود أمام تدفق التونسيين والأفارق القادمين من جنوب الصحراء والذين يأتون إلى تونس إذا لعبت تونس دور حرس الحدود وأعادت هؤلاء إلى تونس فكيف سيعيشون في تونس هناك الآلاف من الأفارق جنوب الصحراء يأتون إلى تونس والاتحاد الأوروبي يضغط ويتحدث عن العنصرية عندما تتعامل معهم التونس بمقتضاء القوانين التونسية ورغم أنه يرفض دخولهم ولا يتحدث وقتها عند دخولهم إلى الفضاء الأوروبي عن العنصرية وعن المعاملات الإنسانية في اتفاق الشاركة بين تونس والاتحاد الأوروبي هناك فصل ينص على حرية تنقل الأشخاص لكنه لم يتبق يوما منذ الإمضاء على هذا الاتفاق قبل أيضا انضاء الفرض التأشير إلى دخول الاتحاد الأوروبي كان التونسيون من جملة الكثيرين يذهبون إلى أوروبا وخاصة فرنسا وإيطاليا ويعودون بعد أشهر أما الطلبة فإنهم أيضا يعودون بعد الحصول على شهادات والآن عندما أغلق الاتحاد الأوروبي أبوابه ورغم اتفاقية الشراكة المبرمى مع تونس مع بعض الدول الشمالي إفريقيا مثل الجزائر والمغرب فإن المعاملة والنظرة إلى البلدان الشمالي الإفريقي تغيرت باستفاة عامة والآن يحاول أن يبتز تونس بالإدعاء أحيانا بأن يتعاملون مع الدكتاتور في إشارة إلى رئيس الجمهورية وأحيانا يقولون يتحدثون عن الحقوق الإنساني ويتحدثون على العنصرية في مواجهة الأفارق القادمين من بلدان الجنوب والذين يريدون تحول إلى البلدان المتوسط وبلدان أوروبا وخاصة عبر إيطاليا وفرنسا لذلك فإن هذين البلدين إيطاليا وفرنسا هم الذين يحاولون الدفاع ومحاولة إقناع بقية دول الأوروبية على قبول أو الوصول إلى اتفاق يكون حقيقة بين ربحين وليس كما يروجون له الآن أو يسوقون له الآن يكون مفيدا ورابحا للاتحاد الأوروبي ومسيئا إلى تونس التي ستقبل بإعادة كل الذين تطريدهم أوروبا ليمكثون في تونس سواء من التونسيين أو من الأفارق القادمين من جنوب الصحراء دعنا ننتقل بآخر سؤال أسادة هاليدا كان الغرض من أردخ كل هذه الأموال في الخزينة التونسية هو لمن تدفق المهاجرين ولتلعب الدولة التونسية دور شرطي الضفاء الأخرى لماذا لا تستثمر الدول الأوروبية في القارة الإفريقية عموما وربما تبتعد عن نهب ثروات إفريقية وترك هذه الثروات لأبنائها وإعادة التنمية في هذه البلدان بدلا ربما من أن تلعب دور ربما دخ هذه الأموال لبعض الدول تلعب دور شرطي ولكن من يقول أن الاتحاد الأوروبي لا يضخ أموال الاتحاد الأوروبي منذ 2015 وال2016 وقمة لافاليتا التي تمت في مارتة لسنتين على التوالي تم دخ المليارات لهذه الدول الأفريقية لتثبيت الأفارقة في نسيجهم الاقتصادي وفي بيئتهم ولكن هناك كانت سوء تصرف وعدم موجود حوكمة رشيدة لدى هذه الدول لذلك الاتحاد الأوروبي عاد وعمل على تمويل محلي بما معناه أنه إذا ما خذنا دول كمالي أو غيرها من البلدان الشبه الصحراوية فأنه يتم العمل مباشرة مع الجمعيات المحلية دون المرور بالحكومة من منطلق أن البرامج الاقتصادية التي قدمتها الحكومة وقتها لم تكن مناسبة للشباب فيما يتعلق بمثلا تونس حاليا في السنوات الماضية قدم الاتحاد الأوروبي 85 مليون يورو لتغار المبتعثين وللباعثين الجدد للشركات الصغيرة ويواصل هذه التنمية من منطلق أنه يمكن مساعدة ذوي الكفاءة على فتح شركات صغيرة ولكن للمتخرجين حديثا ولا يريدون موصلة الانسجام في النسيج الاقتصادي التونسي بإمكانهم الذهاب إلى أوروبا هذا مجهة ثانية ثم يتعلق بالأفارقة الذين سيتم إعادتهم إلى تونس هؤلاء الأفارقة سيتم إعادتهم على تكلفة الاتحاد الأوروب ثانيها أنه سيتم إعادة وتم إعادة عدد من الأفارقة بالمئات إلى بلدانهم الأصلية ولكن هذه الإعادات هي إعادات طوعية وهنا مكمن الخطر لأن بلدان الأصل أو المصدر لا تريد استعادة هذه الموجات من مهاجرينها الأفارقة وبالتالي الاتحاد الأوروبي هذه المرة فقد سعر إلى أخذ على عاتخ كل التمويل الأوروبي لهذه المراكز بانتظار أن يضع شركات جديدة مع هؤلاء البلدان وخاصة شركات لاسترجاع مواطنيهم وعدم تركهم في تونس في الأخير فيما يتعلق بإعادة اللاجئين والغير حاصلين على الأوراق أوراق عفوا ثبوتية أوروبية فإن الاتحاد الأوروبي وعد بأنه سيتم التسريع بالنظر في ملفاتهم هذه التعاون هو تعاون أمني أكد عليه وزير الفرنسي الداخلية لودغيون لما ذهب إلى فرنسا وأكد أنه سيكون هناك تعاون أمني قضائي مع السلطة الأوروبية وخاصة مع اليوروبول لتعقب شبكات المهربين والمتجرين بالبشر وأيضا العاملين في كل مجالات الإرهاب بأن هذا يدعو إلى زعزعة الأمن القومي لكل الطرفين واستلم الأهل في تونس